بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فهذا هو الدرس السادس والعشرون من دروس شرح ذرة البيان في أصول الإيمان وفيه قال المصنف غفر الله له ولوالديه وهم وسط بين فرق الأمة جميعا وهم وسط بين فرق الأمة جميعا فالحديث عن أهل السنة والجماعة وهو الآن يذكر طرفا من خصائصهم رضي الله عنهم وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق الهلكة كوسطية الإسلام بين الأديان والذي عليه الصحابة والسلف ومن سار دربهم وسلك سبيلهم هو في الحقيقة يمثل هذا الكتاب وتلك السنة وتلك السيرة التي كان عليها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فأهل السنة كما يقول شيخ الإسلام أهل السنة في الإسلام كأهل الإسلام في الملل ويقول وهم وسط في النحل كما أن ملة الإسلام وسط في الملل وكل خير وفضل ثبت لأمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأهل السنة منه في الذروة كل خير وفضل ثبت لأمة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الإسلام فأهل السنة من هذا الخير وذلك الفضل في الذروة والقمة لأنهم أفضل الأمة لأنهم أفضل الأمة ورأسهم الصحابة والقرون الثلاثة المفضلة ولهذا قال ابن القيم عليه رحمة الله يقول وأهل السنة وسط في النحل كما أن أهل الإسلام وسط في الملل توقد مصابيح معارفهم من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية فهذه الشجرة المباركة توقد من زيت النبوة من الكتاب والسنة وقال رحمه الله وإن كانوا أعز في الإسلام من الإسلام في سائر الأديان أهل السنة في المسلمين أعز من الإسلام في سائر الأديان وسطيتهم في جوانب كثيرة لا تتعلق بالمعتقد فحسب فهي في عقيدتهم كما هي في شريعتهم كما هي في عبادتهم كما هي في دعوتهم وجهادهم وموقفهم من مخالفهم كما هي في أخلاقهم وسلوكهم وأدابهم ولكن يعنينا هنا في هذا المقام في هذه الكلمة أن نعلق على وسطيتهم العقدية تعليقا مختصرا وإلا فإن هذا المتنى يتناول هذه الوسطية بشيء من التفصيل في كل الأبواب فهم في باب أسماء الله تعالى وفي صفاته يثبتون ما نطق به الكتاب ونصت عليه السنة كما يقولون فلم يسوموها تأويلا ولم يحرفوها عن مواضعها تبديلا ولم يصرفوها إلى المجاز تعطيلا كما لم يحملوها على صفات المخلوقين تمثيلا فكانوا وسطا بين المعطلة المحرفة والممثلة المشبهة فأثبتوا النصوص بالتنزيه عليهم رحمة الله من غير تعطيل ولا تشبيه ولهذا قال الناظم فعقدنا الإثبات يا خليلي من غير تعطيل ولا تمثيلي في باب الإيمان بالرسل آمنوا بكل فلم يغلوا في أحد منهم وآمنوا بكل فلم يكن منهم غلو كغلو النصارى ولم يجفوا عنهم كجفاء اليهود عياذا بالله النصارى قالت في المسيح أنه ابن الله كما قال الله تعالى حاكيا عنهم إن الله هو المسيح ابن مريم واليهود عياذا بالله كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق وهم الذين قال الله عنهم آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها أما أهل الإسلام فقد قال الله عنهم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله في باب النبوات كانوا وسطا أيضا بين الفرق المتخالفة الجهمية والأشعرية قالوا بجواز بعثة كل مكلف والمعتزلة والشيعة قالوا بوجوب إرسال الرسل على الله والمتفلسفة والمتصوفة قالوا إن النبوة فيض بحسب استعداد الإنسان ونفوا نزول الملك بالوحي على النبي والباطنية اعتبروا النبوة بمثابة السياسات الموضوعة للمصلحة وقال أهل السنة والجماعة عليهم رحمة الله النبوة اصطفاء من الله واختيار لعبده بناء على علمه تعالى وجل وعز فهذا فرق واسع وبون شاسع بين ما عليه أهل السنة وبين ما عليه مخالفهم وفي باب الإيمان بالملائكة وجدنا أنهم أيضا وسط بين من ينفي وجود الملائكة كالفلاسفة والملاحدة وبين الذين جعلوهم على غير صفاتهم فنسبوهم إلى الأنوثة ونسبوهم إلى الله عز وجل كأنهم بنات لله تبارك وتعالى وعز عن قولهم وهذا قول مشركة العرب في باب الإيمان بالكتب آمن أهل السنة والجماعة بما أنزل الله تبارك وتعالى وما نفوا شيئا مما أنزل الله وهم في هذا أيضا وسط بين من نفى الكتب فقال ما أنزل الله على بشر من شيء قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء وبين من جحد الكتاب الناسخ لأجل المنسوخ كما وقع هذا من يهود الذين جحدوا الإنجيل والقرآن من أجل التوراة وكذا المشركون الذين قالوا لو شاء الله لأنزل ملائكة فكأنهم نفوا نزول هذه الكتب بجملتها وفي الأسماء الشرعية وإطلاقات أسماء الإيمان والكفر والبدعة والفسق ونحو ذلك كانوا وسطا وسطا حين أدخلوا الأعمال في مسمى الإيمان ولم يكفروا أو يجيبوا الخلود في النار بارتكاب كبائر الذنوب والعصيان فكانوا وسطا بين أهل الخروج والاعتزال وبين أهل الإرجاء والتجهم وسائر الضلال وهم في باب القدر كذلك وسط حيث أثبتوا القدر ولم ينفوه وأثبتوا للإنسان اختيارا ومشيئة ولم يقولوا بالجبر ونفي الاختيار فكانوا بهذا أيضا وسطا بين القدرية النفاة والجبرية الغلاة وفي هذا قال الناظم فكل شيء بقضاء وقدر والكل في أم الكتاب مستطر في باب الصحابة رضي الله تعالى عنهم عدلوهم ولم يكفروهم ولم يفسقوهم كما فعلت الخوارج والمعتزلة وتولوهم ولم يتبرأوا منهم كما فعلت الرافضة والخوارج ولم يغلوا في أقدارهم أو يقول بعصمتهم وهذا هو التوسط الذي عليه أهل السنة والجماعة قال السفارين وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة فهذا قولهم رضي الله عنهم في أصحاب نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم في باب تعظيم النبي صلى الله عليه وآله كانوا وسطا بين من جفى عنه صلى الله عليه وسلم ومن غلى فيه ورفعه فوق قدره الشريف فهم وسط بين أولئك الرافضة وغلات المتصوفة وسيأتي لهذا مزيد بسط وبيان في مواضع من هذا المتن بعون الله تعالى أما وسطيتهم الأخلاقية والسلوكية والشرائعية والتعبدية والجهادية فلعل هذا يأتي في ثنايا الكلام عن خصائصهم رضي الله تعالى عنهم بالجملة الوسطية المقصودة هنا هي الوسطية الشرعية التي تعني الوقوف مع جادة الكتاب والسنة والتوسط بين طرفين كلاهما مذموم كلاهما منحرف مع لزوم جادة العدل والاستقامة لماذا؟ لأن الوسطية كما مر حق بين باطلين وعدل بين ظلمين واعتدال بين تطرفين ولا تتأتى وسطية إلا بعلم بالشرع عميق وبصر بالدين دقيق ولابد لأجل تحصيلها من صحبة الربانيين من العلماء من أهل العلم والإيمان والحكمة والخبرة والأمر كما قال إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله إنما يحيى الناس بشيوخهم فإذا ذهبت المشايخ فماذا يبقى؟ فإذا ذهبت المشايخ فماذا يبقى؟ وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا وعليه فلابد من علم وخبرة وتؤدة وصبر وأنات ورفق لتحصل هذه الوسطية وليتحقق المسلم بها وفي الحديث من يحرم الرفق يحرم الخير ابن القيم رحمه الله تعالى يقول فإذا انحرفت عن خلوق الأنات والرفق انحرفت إلى عجلة وطيش وعنت وإما إلى تفريط وإضاعة إما أن تنحرف إلى هذا الطرف أو إلى ذاك الطرف وكلاهما مذموم والرفق والأنات بين هذين الطرفين المذمومين مع ذلك كله لابد للمسلم من مناصحة ومشاورة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم علم أن الدين النصيحة والله تبارك وتعالى من قبل قال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أخيرا فلابد من افتقار والتجاء إلى الله تبارك وتعالى لأنه الهادي إلى هذه الوسطية وفي الحديث اللهم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم بهذا نكون قد أتينا على المهم من شرح هذه العبارة ثم قال المصنف لا يختص بهم مكان ولا يخلو عنهم زمان هذه خصيصة ثانية من خصائص أهل السنة والجماعة أنه لا يختص بهم مكان ولا يخلو عنهم زمان أهل الحق كل من دان بهذا الحق فهو من أهل السنة في أي مكان وجد وفي أي زمان كان وخلق ويشهد لذلك ما تقدم من قول الأوزاع رحمه الله تعالى كتب إلي قتاده من البصرة إن كانت الدار فرقت بيننا وبينك فإن ألفت الإسلام بين أهلها جامعة فإن ألفت الإسلام بين أهلها جامعة إمام النووي رحمه الله تعالى يقول ولا يلزم أن يكونوا أي الطائفة المنصورة مجتمعين بل قد يكونوا متفرقين في أقطار الأرض هكذا لا يلزم أن يكونوا مجتمعين في مكان بعينه في كل زمان وإنما قد يقع في بعض الأزمان أن يكونوا في كل مكان أو متفرقين في مواقع من الأرض وقد كان صحابة النبي صلى الله عليه وآله والتابعون الذين هم أئمة الدين ومن بعدهم مفرقين في الأمصار لا يجمعهم مكان واحد ومع ذلك كانوا جميعا من أهل السنة بل كانوا هم أئمة السنة وأعلام السنة وإذا أردنا أن نتتبع أئمة الحديث وعلماء الحديث الذين صنفوا الكتب المسندة من الصحاح والمسانيد والسنن فإننا نجدهم متفرقين فإننا نجدهم متفرقين ومن تأمل أهل الحديث الذين عرفت كتبهم وانتشرت في الأمة وأصحاب الكتب التسعة مثلا فإنه سيجد أن هؤلاء جميعا كانوا مفرقين في الأقطار والأمصار فهذا إمامهم المتقدم مالك بن أنس رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة كانت حياته وكانت وفاته بمدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وثانيهم صاحب المسند الإمام أحمد المتوفى سنة 241 كانت حياته في بغداد وكانت هناك أيضا وفاته أي في العراق وأمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى كان في بخارة والإمام مسلم رحمه الله تعالى كان بني سابور والإمام أبو داود كان بسجستان والإمام الترمذي بترمذ والنساء بنسى وهكذا الإمام ابن ماجه بقزوين وهذه أقطار وبلاد متفرقة كان فيها هؤلاء الأئمة لأزمان متقربة أو أزمان متباعدة قال قائل قد وردت أحاديث أن أهل السنة مكانهم بالشام أو أنهم بأكناف بيت المقدس ونحو هذا مما يدل على أن هذه الطائفة موجودة بهذا المكان فكيف يجاب عنها مع ما تقرر من أن الطائفة مفرقة في الأمة في أماكن متعددة فيقال هذه الأحاديث على فرض صحتها والتسليم بثبوتها فإنها مطلقة أو منطلقة على فترة زمانية محددة ولعلها الفترة الأخيرة أو ما يقترب من وقت قيام الساعة فهذه فترة تاريخية معينة دلت النصوص الكثيرة على أن معظم الأحاديث التي تعلقت بوجودهم إنما هي في آخر الزمان وهي تدور حول المنطقة التي يكون فيها المهدي وعيسى عليه السلام ونحو ذلك مما له صلة وعلاقة بأشراط الساعة كما يحتمل أن يكون المقصود قتالهم للروم المذكور في هذه الأحاديث ثم للدجال حتى يأتيهم أمر الله وهم بالشام فيكون قوله صلى الله عليه وسلم وهم بالشام أي حال اتيان أمر الله الذي يأتيهم من عنده سبحانه وتعالى هذا كما قدمنا على فرض صحة هذه الأحاديث ولا شك أن في بعضها ما في إسناده مقال أو ما لا يصح أما أهل السنة فلا يجمعهم مكان واحد ولا يخلو عنهم زمان بحمد الله تبارك وتعالى وقد صحت البشارة منه صلى الله عليه وآله بوجود الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة إلى قيام الساعة والمقصود إلى قرب قيام الساعة جاء ذلك في أحاديث كثيرة عن جمع من الصحابة والدعي فيها التواتر بل صرح فيها عدد من المعتبرين من الآئمة بتواترها كشيخ الإسلام ابن تيمي رحمه الله والسيوطي والزبيدي والكتاني وغير هؤلاء من أهل العلم والفضل من هذه الأحاديث ما جاء عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يزال ناس من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيام هذه الأحاديث وما ماثلها وشابهها توضح أن أهل السنة أن الطائفة المنصورة سيستمر بقاؤهم ويمتد وجودهم إلى قيام الساعة فلا يخل عنهم زمان بحمد الله تعالى والمقصود بأمر الله الذي يأتيهم وهم كذلك أن الله تعالى يرسل الريح الطيبة التي تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة ولا يكون هذا إلا قبيل قيام الساعة فقبيل قيام الساعة تأتي هذه الريح ويكون التعبير فيها بقول النبي صلى الله عليه إلى قيام الساعة أي إلى قرب قيام الساعة الناوي رحمه الله وضح هذا المعنى فقال فأطلق في هذا الحديث أو فأطلق في هذا الحديث بقاءهم إلى قيام الساعة على أشراطها ودنوها المتناهي في القرب يعني هم باقون إلى أن تأتي هذه الأشراط وتلك العلامات وقال رحمه الله وهو يتحدث عن هذه الأحاديث يقول وذكرنا هناك أي في كتاب الإيمان الجمع بين الأحاديث الوالدة في هذا المعنى وأن المراد بقوله صلى الله عليه وسلم حتى يأتي أمر الله من الريح التي تأتي فتأخذ روح كل مؤمن ومؤمنة الريح التي تأتي فتأخذ روح كل مؤمن ومؤمنة وأن المراد برواية من روى حتى تقوم الساعة أي تقرب الساعة حتى تقترب الساعة وهو خروج الريح وكما لا يجمعهم مكان لا يجمعهم تخصص أيضا لا يجمعهم تخصص بعينه فلأهل السنة تخصصات عدة علمية وعملية فلا يجمعهم تخصص علمي ولا عملي بعينه بل هم المشتغلون بألوان العلوم النافعة والأعمال المشروعة يقصدون إلى حماية الدين وحفظ العلم أصولا وفروعا ووسائل ومنهم المشتغلون برد البدع على قائليها وقمع أهلها وبيان طريق السنة بالمحجة الظاهرة الواضحة ودفع الالتباس عنها إلى غير ما هو معلوم ومنهم المرابطون في الثغور المجاهدون في سبيل الله المصابرون للأعداء الساهرون على حماية الحوزة وحفظ بيضة المسلمين ومنهم الذين يناهضون المنكرات وينكرونها على أهلها وينهون عنها ويأمرون بالمعروف ويدعون إليه ولا شك أن المشتغلين بعلوم الإسلام كافة عقيدة شريعة وفقها حديثا وتفسيرا وتعلما وتعليما ودعوة وتطبيقا هم أولى الناس بهذا الوصف وصف أهل السنة والجماعة وهم أولاهم بالدعوة والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورد على أهل البدع إذن ذلك كله لا بد أن يقتلن بالعلم الصحيح المأخوذ عن الوحي المتلقى عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولهذا قال النووي رحمه الله تعالى ويحتمل أن هذه الطائفة أي الطائفة المنصورة مفرقة بين أنواع المؤمنين منهم شجعان مقاتلون ومنهم زهاد وآمرون بالمعروف وناهون عن المنكر ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير انتهى كلامه وقد فسر بعض السلف أئمة الطائفة المنصورة والفرقة الناجية فسروا هذه المصطلحات كما مر معنا بأنهم أصحاب الحديث وليس المقصود بأصحاب الحديث المشتغلين بعلومه وروايته فحسب بل كل من كان منتسبا إلى الحديث علما وعملا تطبيقا ودعوة وأمرا ونهيا وجهادا كل هؤلاء داخلون في أهل الحديث بل ومن أطاعهم من العامة يدخل فيه حكمهم إذن مقصود هؤلاء من هؤلاء الأئمة بأهل الحديث مقصودهم أهل السنة فحيث أطلقوا أهل الحديث في بيان معنى أهل السنة والفئة المنصورة والطائفة التي تنجو من الافتراق ونحو هذا فالمقصود هذا الترادف أما إذا ذكروا هذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية ثم ذكروا معها أهل الحديث يخصونهم بمزيد عناية بالعلم فهؤلاء بلا شك يذهبون أو يؤولوا معناهم إلى الذين عملوا واشتغلوا بالحديث علما وحفظا وفهما وإقراءا وتصحيحا وعناية بالطرق والروايات وهنا قد يطلق أهل الحديث ويراد بهم الذين يقابلون أهل الكلام أو أهل الابتداع أو أهل الافتراق في دين الله أو أهل الرأي الذين يقدمون الرأي أو أقوالهم وأقوال شيوخهم على ما ثبت في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بالحديث الصحيح السالم عن المعارضة ذلك بحجة أن الدليل ظني الثبوت أو أن شيوخهم أعلموا بالدليل أو بغير ذلك من الحجج الواهية ولذلك لما سئل أو لما عبر البخاري عن هذه الفئة والطائفة وعن قالهم أهل العلم أو قال وهم أهل العلم فكلمة أهل العلم هنا تدل على أن مدلول العلم أوسع من مدلول الحديث وإن كان الحديث يطلق عليه العلم أيضا إذن قد يكون الرجل من أهل السنة ومن أهل العلم الذين يرابطون على ثغور الإسلام ويدافعون عنه ولكنهم ليس من أهل الحديث بمعنى المشتغلين به رواية أو المشتغلين به دراية حتى عرف به واشتهر أمره بأنه من أهل الحديث بل قد يدخل فيه المشتغلون بالتفسير والقراءات واللغة والأدب والتاريخ ممن هم على عقيدة صحيحة ومنهجية سديدة أما عبارة علي بن المديني رحمه الله تعالى التي قال فيها هم أصحاب الحديث الذين يتعاهدون مذاهب الرسول صلى الله عليه وسلم ويذبون عن العلم لو لاهم لم نجد عند المعتزلة والرافضة والجهمية وأهل الرأي شيئا من سنن المرسلين هذا في هذه العبارة نوع من التخصيص فهو يخصصهم بهذا فيفسر هذه الفئة وهذه الطائفة أو يفسر أهل الحديث بأنهم الذين يتعاهدون سنن ومذاهب ويذبون عن علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويبلغون تلك السنن للناس وهذا تفسير منه للشيء ببعض أجزائه أو يذكر من العام بعض أفراده على سبيل العناية بذكر هذه الأفراد لأهميتها وأما أهل السنة والطائفة المنصورة والفقن فهم أعم من ذلك بحمد الله تعالى إذن أهل السنة لا يجمعهم تخصص علمي ولا عملي بعينه لا يجمعهم تخصص علمي ولا عملي بعينه بل هم مفرقون في أبواب الخير كافة مفرقون في أبواب الخير كافة يقولون بالحق ويرحمون الخلق ويجتمعون على منهج الاتباع ثم قال المصنف لا يخرجون في عقيدتهم عما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة لا يخرجون في عقيدتهم عما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة فهم في العقيدة نمط واحد ولا منازعت بين المسلمين على خطورة أمر الاعتقاد وعلى عظم شأنه وقدره وفضله وأن المخالف فيه على شفى هلكة عياذا بالله ولهذا نجد أهل السنة جميعا على قول واحد في أصول هذا الباب الحمد لله لا اختلاف بين أهل السنة في أصول عقائدهم في أصول مذهبهم في أصول دينهم فهذه الأصول مقطوعة عندهم لا اختلاف فيها ولا اشتباه فيها بحمد الله ولم ينقل بين أهل السنة اختلاف في أصول مسائل الاعتقاد المحفوظ اتفاقهم في هذه المسائل وعدم اختلافهم فيها قال الشافعي رحمه الله تعالى القول في السنة التي أنا عليها يعني في العقيدة ورأيت عليها الذين رأيتهم مثل سفيان ومالك وغيرهما يعني هو يتحدث عن ما كان عليه من المعتقد وما كان عليه الأئمة الذين أدركهم من أتباع التابعين فذكر منهم فقال مثل سفيان ومالك وغيرهما الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن الله على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء وينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء إلى آخر كلامه الذي أورده الإمام الذهبي في كتابه العلو إذن ذكر الشافعي جملا من أصول معتقداتهم رضي الله عنهم وذكر أنه تلقاها عن مالك وعن سفيان وعن غيرهما رضي الله تعالى عن الجميع والإمام أحمد ينسج على منوال الشافعي رحم الله تعالى أهل السنة في كل زمان ومكان حيث قال هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المستمسكين بعروتها المعروفين بها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا وأدركت عليها من علماء الحجاز والشام وغيرهما عليها فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عابق إلها فهو مخالف مبتدع وخارج عن الجماعة زايل عن منهج السنة وسبيل الحق انتهى كلامه رحمه الله تعالى إذن هذا الشافعي وهذا أحمد وهذا ما مضى وسار عليه أهل السنة في كل زمان ومكان يؤكدون هذا المعنى بعد الإمام أحمد بقرون جاء ابن كثير رحمه الله فقال وهو يتحدث عن من هم أهل السنة يقول وهم أهل السنة والجماعة المتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وبما كان عليه الصدر الأول من الصحابة والتابعين وإمة المسلمين في قديم الدهر وحديثه في قديم الدهر وحديثه وهذا يدل على أن ما كان عليه أحمد هو ما كان عليه سفيان ومالك والشافعي وهو ما عليه من جاء بعدهم من من سلك سبيلهم فإن قال قائل هذا يعني أنه لا توجد خلافات في أي قضية أو مسألة عقدية عند أهل السنة والجماعة وكيف هذا وقد وقع الخلاف بين الصحابة أنفسهم في بعض تلك المسائل نقول نعم وقع خلاف بين الصحابة في مسائل وليس في قضايا في جزئيات وليس في كليات في فرعيات وليس في أصول هذا وقع بين الصحابة وكان الذي وقع بين الصحابة من الخلاف السائغ وأي قول تبنيت من أقوالهم رحمهم الله ورضي عنهم فذلك سائغ مشروع لا إشكال فيه وما تقرر لك بدليله من أقوالهم رحمهم الله فإن لك أن تقول به ومن أمثلة اختلافهم في ذلك اختلافهم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج حين عرج به إلى السماء هل وقعت الرؤية للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو لا قال شيخ الإسلام رحمه الله وإنما كان النزاع بين الصحابة في أن محمدا هل رأى ربه ليلة المعراج ثم قال فكان ابن عباس رضي الله عنهما وأكثر علماء السنة يقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى ربه ليلة المعراج وكانت عائشة رضي الله عنها وطائفة معها تنكر ذلك فهذا وقع فيه خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم ومن ذلك أيضا اختلافهم في أنه هل يكون للبدن في القبر عذاب أو نعيم دون الروح أم لا وقد سئل أيضا شيخ الإسلام عن عذاب القبر فقال هل هو على النفس والبدن أو هو على النفس دون البدن فأجاب بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن وتعذب متصلة بالبدن والبدن متصل بها فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعتين أي النفس والبدن أو الروح والبدن كما يكون للروح منفردة عن البدن قال وهل يكون العذاب والنعيم للبدن بدون الروح هذا فيه قولان مشهوران لأهل الحديث والسنة والكلام وقال أيضا ومعاد الأبدان متفق عليه عند المسلمين واليهود والنصار وهذا كله متفق عليه عند علماء الحديث والسنة وهل يكون للبدن دون الروح نعيم أو عذاب أثبت ذلك طائفة منهم وأنكره أكثرهم المقصود أنه وقع خلاف في بعض هذه المسائل العقدية اختلفوا فيما يوزن يوم القيامة هل توزن الأعمال أم صحائف الأعمال أم أصحاب تلك الأعمال أقوال مقبولة داخل هذه الدائرة دائرة أهل السنة ومن تبنى قولا من هذه الأقوال بدليلها أو قلد فيها بعض من يقلد في هذا الشأن فلا حرج عليه ولا يقال للمخالف ولو تبنى قولا يراه الآخر مرجوحا لا يقال إنه ابتدع أو خرج عن السنة إذن هذا المعنى ينبغي أن يكون واضحا أنهم في العقيدة على نمط واحد لا يخرجون عما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال المصنف وهم أهل العناية بالقرآن وأهل الرعاية لسنة خير الأنام أهل العناية بالقرآن لماذا؟ لأنهم أعظم الناس تعاهدا لكتاب الله حفظا وفهما وعلما وعملا يعتقدون أنه كلام الله منه بدى بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وحيا وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر هكذا قال البخاري رحمه الله يقدمون القرآن على ما عداه في الرتبة ويعظمونه فوق ما سواه ويفسرونه بالقرآن وبالسنة الصحيحة عن النبي العدنان صلوات الله وسلامه عليه إذا تلوه فبالقرآن يجهرون وهكذا يذكرون قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن يجهر به يجهر به وإذا قرأوه فبالترتيل أيضا ورتل القرآن ترتيلا ترتيلا يبعث على الخشية والتدبر والتأمل وفي الحديث أحسن الناس قراءة الذي إذا قرأ رأيت أنه يخشى الله وإذا سمعوا القرآن فبالإنصات إعمالا لقول الله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون يحركون بمواعظه القلوب إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد كان أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إذا قرأوا القرآن أو قرأ القرآن عليهم كما نعتهم الله تبارك وتعالى تدمع أعينهم وتقشعر جلودهم لما قدم أهل اليمن زمن أبي بكر رضي الله عنه ثم سمعوا القرآن جعلوا يبكون جعلوا يبكون قال أبو بكر رضي الله عنه هكذا كنا أي بين يدي النبي صلى الله عليه وآله والوحي ينزل ولهذا رأينا ابن مسعود رضي الله عنه يحكي صفة حامل القرآن فيقول ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون وبنهاره إذ الناس مفطرون وبحزنه إذ الناس فرحون وببكائه إذ الناس يضحكون وبصمته إذ الناس يخوضون ويخلطون وبخشوعه إذ الناس يختالون وينبغي لحامل القرآن أن يكون باكيا محزونا حليما حكيما سكيتا لا ينبغي لحامل القرآن أن يكون جافيا ولا غافلا ولا سخابا ولا صياحا ولا حديدا ولهذا قالوا أخذنا القرآن عن قوم أخبرون أنهم كانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يجاوزوهن إلى العشر الأخر حتى يعلموا ما فيهن فكنا نتعلم القرآن والعمل به ثم أخبروا فقالوا وسيريث القرآن بعدنا قوم يشربونه شرب الماء لا يجاوز تراقيهم عبد الله بن عمر بن العاص أحد كبار الصحابة العباد الزهاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له اقرأ القرآن في كل شهر أي مرة قال قلت إني أجد قوة قال فقراه في عشرين ليلة قال إني أجد قوة قال فقرأه في سبع ولا تزد على ذلك علق الذهب رحمه الله فقال وصح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نازله إلى ثلاث ليال يعني يطلب أن يستزيد ويجد في نفسه قوة فنازله النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ثلاث ليال ولم يرخص له في أن يختمه في أقل من ثلاث كانوا رضي الله عنهم يستمعون القرآن استماع إدراك وفهم وتدبر واستجابة وقبول وإذعان أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابن مسعود أن يقرأ عليه القرآن فقال أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أحب أن أسمعه من غيري قال فقرأت النساء حتى إذا بلغت قال الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة من بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدة قال كف أو أمسك قال حسبك قال فرأيت عينيه تذرفان صلوات الله وسلامه عليه وعند مسلم قال ابن مسعود رضي الله عنه رفعت رأسي أو غمزني رجل إلى جنبي فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل يعني دموع النبي صلى الله وسلم وفي رواية فبكى هكذا كانت الحال عند تلاوة الآي فهذا من تعويلهم وتعظيمهم واعتمادهم على القرآن ومن نزول السكينة في قلوبهم حال قراءتهم إذن التدبر والخشوع ورقة القلب وجريان الدمع سنة الأنبياء قاطبة قال الله تعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا وجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا على هذا مشى الصالحون والطائعون والمفلحون الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله هكذا هذا قول الذين آمنوا هذا قول الذين أوتوا العلم إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا هكذا كان سماعهم قال شيخ الإسلام رحمه الله وهذا سماع سلف الأمة وأكابر مشايخها وأئمتها كالصحابة والتابعين ومن بعدهم من المشايخ كإبراهيم بن أدهم كإبراهيم بن أدهم والفضيل بن عياض وأبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي ويوسف بن أسباط وحذيف المرعشي وأمثال هؤلاء إذن هذه هي حالهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاه كان عمر يقول لأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما يا أبا موسى ذكرنا ربنا فيقرأ أي القرآن وهم يستمعون ويبكون وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتمعوا أمر واحدا منهم أن يقرأ والباقي يستمعون فمن كان للقرآن حافظا فليكن له متعاهدا ففي الصحيح تعاهد القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها وفي الصحيحين أيضا بئس ما لأحدهم يقول نسيت آية كذا أو نسيت آية كيت وكيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بل هو نسي استذكروا القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقلها أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم ولهذا عرفوا بأنهم كانوا شديد الاشتغال بالقرآن سئلت أخت مالك الإمام رحمه الله تعالى ما كان شغل مالك في بيته قالت الصحف والتلاوة يعني ينشر صحفه ويتلو كتاب ربه تبارك وتعالى إذن هذه كانت صفتهم في القرآن الكريم وأما في شأن السنة فقد قال المصنف وأهل الرعاية لسنة خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم رعاية أهل السنة للسنة هي في الحقيقة مصدر خيريتهم فالسنة هي التي تشرح كتاب ربهم وهي التي تبين ما أشكل عليهم في فهمه وهي التي توضح كثيرا من أحكامه وتبين كثيرا من مبهماته فالقرآن يشرحه النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلقوا السنة رضي الله عنهم أول مرة عن نبيهم صلى الله عليه وآله ولما تلقوها تلقوها كما تلقوا القرآن بالافتقار إليهما والحرص عليهما وطلب النجاة منهما وفيهما يقول الصديق رضي الله تعالى عنه مبينا كيف كان التزامه لأمره وسنته صلى الله عليه وآله لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به وإني أخشى انتركت شيئا من أمره أن أزيغ ويقول ابن عمر رضي الله عنهما إن الله بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا فإنما نفعل كما أمرنا كما رأينا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يفعل في رواية قال كنا ضلالا فهدانا الله بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم فبه نقتدي هكذا والنبي صلى الله عليه وسلم وجه الخطاب للأنصار يوما فقال ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي والله تعالى قال لنبيه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم لأجل هذه الحقيقة الثابتة المتواترة تفقت كلمة الصحابة رضي الله عنهم على ملازمة واتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فكما لازموه واتبعوه في حياته فهم يلزمون سنته صلى الله عليه وآله بعد وفاته كما كانوا يحيطون بشخصه إحاطة السوار بالمعصم فهم يحيطون بالسنة ويجمعون أنفسهم ويجتمعون عليها ويجتمعون على اتباعها ويعملون بها كتلك الحال التي كانوا عليها مع نبيهم صلى الله عليه وسلم هذه الحال ذكر بها سهيل بن عمر لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية سجل سهيل بن عمر هذه الشهادة للدنيا فقال ما رأيت أحدا يعظم أحدا كما يعظم أصحاب محمد محمدا وذكر أنه صلى الله عليه وسلم إذا توضى كادوا يقتتلون على ماء وضوئه وأنه صلى الله عليه وآله وسلم ما تنخم نخام إلا وقعت في كف أحدهم فدلك بها وجهه وبدنه هكذا نقل سهيل ونقل كثيرون حال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم منذ أسلموا كانوا على هذه الحال وإلى أن توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يفارق النبي ولهذا يذكر في مناقبهم أنه مثلا شهد المشاهد كلها أنه ما تخلف عن قزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هكذا الشأن فيهم رضي الله تعالى عنهم ومنهم من كانت ملازمته مطلقة منذ أسلم إلى أن مات رسول الله كملازمة أبي هريرة للنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان أبو هريرة قد تأخر إسلامه لكنه مذ أسلم لزم رسول الله ملازمة كاملة ليس له هم في الدنيا إلا أن يسمع ما يقول ويحفظ ما يفعل ويقول صلى الله عليه وآله وسلم وهذا معروف عن غير أبي هريرة ومن كانت له ظروف تعجزه أن يفعل كما يفعل أبو هريرة كان يستنيب غيره هذا عمر رضي الله تعالى عنه ومثله علي رضي الله تعالى عن الجميع كان لكل منهما صاحب فعمر كان له صاحب أنصاري وعلي كان له صاحب مهاجري هو المقداد بن الأسود رضي الله تعالى عنهم جميعا فكان عمر وصاحبه الأنصاري كما يقول كنت أنا وجار لي من الأنصار نتنواب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل يوما وينزل يوما فإذا نزلت جئته بخبر الوحي جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره وإذا نزل فعل مثل ذلك هكذا فمن فاته أن يحضر شيئا من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم سأل عنه غيره أو استناب غيره حتى يحصل العلم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولهذا إذا قيل إن الصحابة يتفاوتون في معرفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدثنا أصحابنا وكنا مشتغلين في رعاية الإبل وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يطلبون ما يفوتهم سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمعونه من أقرانهم وممن هو أحفظ منهم وكانوا يشددون على من يسمعون منه هكذا كان منهجهم ليس كلنا كان يسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لنا ضيعة وأشغال هكذا يقول ولكن الناس لم يكونوا يكذبون يومئذ فيحدث الشاهد الغائب ولهذا قال أنس أيضا ما كنا نكذب في الحديث ما كنا نكذب في الحديث ولا كنا ندري ما الكذب هذه صفتهم فيما نقل رضي الله تعالى عنهم فمن اتهمهم بالكذب فهو الكذوب وعليه تدور الدوائر وعلى هذا سار أهل السنة والجماعة من بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم فلما حادث الكذب في الأمة ووقع القول على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاروا يسألون عن الإسناد ويسألون عن الرجال ويطلبون أحوالهم ويعرفون ما كانوا عليه ويتفقدون أخبارهم وقالوا سموا لنا رجالكم حتى يميزوا المقبولة من المردود والصحيحة من غيره وصار الإسناد والسؤال عن الإسناد من الدين حتى قال قائلهم الإسناد من خصائص هذه الأمة وهو من خصائص الإسلام ثم هو في الإسلام من خصائص أهل السنة وإنما الإسناد لمن أعظم الله تعالى عليه المنة من أهل السنة يفرقون به بين الصحيح والسقيم والمعوج والقويم وغيرهم من أهل البدع والكفار إنما عندهم منقولات يأثرونها بغير إسناد وعليها من دينهم الاعتماد لا يعرفون بها الحق من الباطل ولا الحال من العاطل إلى آخر ما يقوله علماؤنا رحمهم الله تعالى إذن كان الصحابة والسلف من بعد من أحرص الناس على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن أتبع الناس لها ومن أعظم الناس رعاية لها ولهذا اجتمعت كلمتهم على الانقياد لسنة النبي صلى الله عليه وسلم قال الشافعي وهو أحد الأئمة الأربعة المعروفين متى رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا ولم أخذ به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب أشهدكم أن عقلي قد ذهب ومثل هذا يؤثر عن أبي حنيفة النعمان ومالك الإمام وعن الإمام أحمد رحم الله تعالى الجميع ثم هم بعد هذا احتجوا بالسنة وأثبتوا بها أحكاما ليست في القرآن وهذا دل على أنهم على السنة قد عولوا وبما دلت عليه قد أخذوا وبما استنبطوه منها قد علموا وعملوا رحمهم الله تعالى وهم بهذا شرعون للأمة هذا المنهج ويسلكون بالأمة هذا المسلك إذن حين يقال إن أولى الناس باتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم هم أهل السنة فذلك حق حق لأنهم الذين عنوا بالسنة فرووها وحفظوا ألفاظها ونقدوا أخبارها ودرسوا متونها وبيّنوا المقبول من المردود واحتجوا بها بل السنة والاحتجاج بها ضرورة دينية إذ كما تقدم بها تعرف الأحكام وتستنبط من أدلة القرآن الكريم ومما دل عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهم في هذا لا يفرقون بين الآحاد والمتواتر في الحجية فمتى صح الآحاد احتجوا به وعملوا به ومتى احتفت به القراء أفاد هذا الحديث الأحاد العلم والعمل معه والعمل دون العلم فإن لم يفد العلم القطعية اليقيني فإن هذا لا يمنع حجيته ولا يمنع العمل به هكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم ابن تيمية رحمه الله يقول فهذا يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم من الأولين والآخرين أما السلف لم يكن بينهم نزاع في ذلك يعني في الحديث الذي احتفت به هذه القراء وابن أبي العز الحنفي رحمه الله يقول وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة وهذا أحد قسمي المتواتر ولم يكن بين سلف الأمة نزاع في ذلك أو في ذلك نزاع تها كلامه رحمه الله تعالى اسألوا الله تعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يسلك بنا جميعا سبيل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن يجعلنا من أهل السنة والجماعة إنه جواد كريم بر الرؤوف الرحيم والحمد لله رب العالمين